لأننا كنت أعمل مع أخوتي بسوريا والفنان الموسيقى الرضوان ناصري كنت أعمل فنان سوري معروف جدا ومع مهندس الصوت عبدالهادي الملك أيضا مشهور ومع موزع الموسيقى السوري يعني نسيت اسم ماهر غلييني فكنت أنا من ضمن المجموعة فكننا نسهر كل من عنده مسلسل يعني مجهول به نحن كمؤسسة كنا فأدي يعني عملت هاي المسلسل من قمة ما عملت زمن العار وقلوب صغيرة يعني لحد الآن وقت التوزيع ووقت العمل يعني لحد الآن مايروح من بالي وهي كانت أعمال ديرامية أعمال ديرامية مشهورة جدا يعني زمن العار اشترك في مهرجان القاهرة المهرجان القاهرة للتلفزيون بقتها ممكن تشرح لنا شون الفرق بين التلحين والتأليف الموسيقي التأليف هو عبارة عن تأليف قطع موسيقية مدروسة نعم التأليف مثل ما نسمع القطع الموسيقية لكبار الموسيقين العالمين طبعا أنا ماذا أقارن نفسي معاهم لا بالعكس أنا مجرد إلا أقدر أعتبر نفسي كقزم يعني قزم صغير جدا ولكن الموسيقيين بس كأنه كمؤلف عربي أنا أحكي من خلال أكثر تأليف موسيقى عربية وكذلك يعني مع احتراماتي إلى المؤلفين الكبار من العراقيين ومن المصريين ومن السوريين ومن اللبنانيين يعني نقعد نألف كحدث كفكرة تنبني في قوالب هارمونية في توزيع ما بين الآلات يعني ننوزعها بين الآلات هناك الكلارينيات يأخذ دورها الكامان يأخذ دورها مجموعة كامان جات تأخذ دورها في قصة هذا التأليف الموسيقي يعني كتابة أما التلحين هي تدخل أيضا يعني أنه أنا لحنت هذه القطعة الموسيقية وألفتها يعني أنا ألفتها ولحنتها هي نفس المعنى بس تيجي أيضا بعض يعتبر التلحين هو لأغاني يعني للأغاني المغنات المغنات للمطربين نعم يعني مثلا أنا لنفرض الأغنية الملحنة إلى وردة الجزائرية إلى عبد الحليم إلى ماجد المهندس من مطربين العراقيين سعدون جابر وكذا يعتبروك هذا التلحين وأيضا إحنا يعني خاصة في وقتنا هذا يعني التلحين صار مجرد شلون المدرسة من ندخل يحفظونا دقوا آ دا وراء دار فصارت يعني من أقعد ألحن الأغنية أرد وراي لي 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 يعيني رد رد سماني ماكوا بعد أنه يقعدون أدرس اللحن وأتعمق بالله لا هاي اختلفت فالتلحين أنه مجرد يعني مثل ما وضحت كفكرة أوصلها للمضرب أنه لحنت له هاي من كلمات مكتوبة لحنتها وأعطيتها إلى هذا المضرب أما كالتأليف الموسيقي أنا ألفت إلى آلات آلات موسيقية يعني هنانا صار يعني هو مثل التوزيع الموسيقي تقريبا بالبداية مثلا أنا ألفت جملة موسيقية نعم التوزيع الموسيقي يبقى هاي الجملة الموسيقية أنه ش رح أخلي لها رح أضيف لها مثلا هنانا ناي جاوبة كمان الكمانات أسفت كاملة جاوبها قانون يعني كمحاكات ما بين الآلات كأنه هي تحكي قصة تحكي مشاعر يعني من خلال الموسيقى نحن نفهم فالقصة معينة مش تكون بها كلمات ولكن نفهم من القطعة الموسيقية نفهم أي من خلال أيضا كعنوانها كذلك ممكن عنوانها مثلا عندي موسيقية اسمها رسالة حب يعني هالرسالة مفتوحة فحاكيتها وألفتها من خلال الآلات هي اللي تحكي هي اللي تغني هي اللي تعبر عن الوجدان أو المشاعر نعم قدمت عملين أو قطعتين موسيقية منها العراق وأخرى رسالة حب ممكن تحدثنا عن هاي العملين أول شي قطعة العراق نعم قطعة العراق هي هنا أنا أنا ملحنة على كلمات فحتى كلماتها جدا جميلة يعني ما أتذكرها لأن هذه من زمان أنا لحنتها حتى بس أتذكر أنه لجل عينك عرفت الحب وظل مشتاق ويمم وجهي بترابك مع العشاق وداوج روحك بقلبي يعني ما دع أتذكر بالضبط منعيش احنا ونموت احنا فدى العراق تنتهي فما لقيت أنه ممكن منه اللي أجيبه أريد يغنيه إياها فاضطريت أنه هذا اللحن اللي وضعته أسويه بقطعة موسيقية أنه ولو ما ممكن قطعة موسيقية تحكي عن هذا البلد صاحبها الحضارة العظيمة صاحب شعب مفكر مبدع في جميع مجالاته فلكن أنا كفنان على ممكن نقول على قدي يعني أنه قدرت أعبر بهذه القطعة الموسيقية ألفتها خليت آلات بيها الكومنجات خليت بيها العود مع الناي مع الجيلو يعني حكيت فت قصة لعظمة هذا البلد المجروح يعني حكيت ما بين العظمة وما بين الجرح وما بين النهوف البلد أنه هذا البلد ينهض لأن هذا بلد عريق جداً يعني هذا ما حكيت به أما قطعة رسالة حب فهي لا قطعة أنا ألفتها حكيت بيها الحزن وحكيت بيها اللقاء الحبيبين وحكيت بيها أنه ممكن شون التقاء الروح ما بين الحبيبين يعني هذه كانت أيضاً من القطع مثل ما نشوف حالياً بالساحة الفنية يعني تختلف عن قبل ستايل الأغاني مختلف الألحان، التوزيع مختلف بالأغاني الحديثة شلون تواكب هذا التغيير؟ المشكلة هو تغيير جذري صح يعني أقدر أعتبر الآن ماكو أغنية الساحة قليل من نسمع أغنية وأصبحت الأغنية إلى المضربين الكبار والذي هم الآن هم الموجودين يعني في الساحة العربية أقدر أقول أما كأغنية عراقية الآن تنزل إلى الوسط العربي فما عدن يعني راح أيام نقدر نقول العمالقة اللي من الأساتذة القتيمين من الجيل السابق مريد نذكر أسماء لأن كلهم عمالقة يعني أما الآن فصارت الأغنية تجارة واعتبرها طبعا بده هذا الانحدار طبعا الحروب هي تولد يعني كل فترة بها يتغير ستايل الموسيقى فساد الذوق يعني هو هذا اللي صار يعني الآن إذا أريد أطلع حفلة يريد المطرب يغني لها أي أغنية مثلا طبعا الحروب يغني لها أي أغنية ما يغني هذا؟ ماذا يقول هذا؟ ما هو هذا؟ يا أخوان نجعلونا كافي دم 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 ما نسمع هذا؟ لا يمعوا لا احنا هو هذا غنى هذا دخلي سمعنا هذا الدم دم 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 صحيح هي ناس تحب هاي النوعية من الأغاني حاليا كوز الذوق تغير يعني هو تغير 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 كليا الذوق لكن أكو بعض الشباب بيحاول جاهد انه جاهدا انه يرجع هالذوق يرجع ولو شيء بسيط يعني يحافظ على هاللون بس طبعا إذا ظل استمار فأكيد رح يموت من الجوع هو ما تقبلها بس ولهذا سبب أنا ابتعدت عن هذه الأجواء ابتعدت عن لحن هذه الأجواء فتوجهت إلى الموسيقى التصويرية والتأليف وأحزو يعني مثل ما نقول علقة الأحاكي شيء انه هاني راضي عنه يعني من يطلع العمل الانتاج الأخير أكون هاني يعني راضي انه مما قدمت هذا الشيء فن بإبداع بفتشي يعني ممكن انه يرضى المستمع العام لأنه راح يضطر و راح يتفرج على المسلسل راح يسمع الأغنية ما يقدر يسمع دم 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 لازم يسمع فجو عالم بفن موسيقى 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 أستاذ ناصر حضرتك مثلما نعرف خريج كلية الفنون الجميلة وأيضا درست الموسيقى في دول عربية منها لبنان وتونس أحكينا عن تجربة التدريس في سنة سبعة وتسعين تقريبا غادرت بغداد وتوجهت إلى تونس طبعا كنت أنا أعمل حفلات شفت حتى من أنطقة الوضع العام بالموسيقى فشامل الوطن العربي على فكر فتوجهت إلى مسألة التدريس فوجدت أنه مسألة التدريس مثل ما يقولون بالعامية أسلم لي يعني راحت بالي وثاني شيء ظليت لفترة معينة أنه باقي بتونس درس وعندي طلاب وكذا ومن ثم غادرت إلى لبنان رحت أيضا نجح يعني عقد أفضل تدريس بالمعهن وبقيت تقريبا ثلاثة سنين هناك أدرس وعندي طلاب وظليت أأخذ حتة محاضرات يعني عديدة بالتدريس فكان توجيهي للتدريس كامل يعني فرغت كل وقتي للتدريس وتركت الأجواء هذين يكونهم أجواء الحفلات وأجواء الغناء هل هناك مشروع أنه تعيد هاي الفكرة مجددا التدريس؟ إيه إن شاء الله إن شاء الله قريبا جدا جدا أكون هاي مشروع أنه أريد أن نسوي مدرسة معتمدة أن ندرس بيها المقامات العربية ندرس أصول الغناء ندرس بيها الصولفاج ندرس بيها آلات يعني فتشي أنه أكثر شي رح تختص بالموسيقى العربية خالصة ددريس عربي حتى لأن كثير يعني إذا أسمع مطربين ويطلع حفلات لكن لا مقام نظيف لا أداء نظيف يعني حاولت إنه هاي الفكرة يعني نعرضها إحنا لمجموعة فنانين هنا إنه هاي الفكرة نخليها تتنفذ حتى أولا نقدر ننظف على الأقل ولو شيء بسيط مما اللي دا يصير وخصوصا إحنا بالمهجر نفتقر إلى مدارس للموسيقى الشرقية فعلا فقط ألم يعني بس التركيز على الموسيقى الغربية ومدارس صح طبعا لأن إحنا بلد يعني هي الموسيقى موسيقى الجاز وموجودة لكن تبقى موسيقانة لأن ما شاء الله جالية الآن ذا تتوسع ومو بس العراقيين وأنه